فكرة إن الفكر والثقافة دول من ضمن الكلمات اللي بعض الناس بتبقى شايفها جماعة أنتو ليه بتنظروا كده؟ ليه بتقولوا الفكر والثقافة؟ ولا بد أن يكون الزوجان في نفس الفكر والثقافة؟ والحاجات دي وناس شايفة أنها حاجة بسيطة إحنا لازم يكون بنا الأول مواد ورحمة والفكر والثقافة دول حاجات ممكن تيجي بعد كده هل فعلاً الفكر والثقافة دول مهمين ويعتبروا من ضمن شروط قبول الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام علينا ومحمد بن عبد الله لنا نلتقت كلمة من كلمة الدكتورة المراد التكاف والتقارئ وليس التطابق في الحالة مش مطلوب ان احنا عايزين نسختين في بيت واحد التنوع مطلوب الله عز وجل يقول يا ايوه الذين امنوا كو انفسكم اهليكم نارا الفكرة اننا قد يكون الزوج في منطقة معينة اعلى من الزوجة او قد يكون العكس وان كان العكس ده بيسبب مشاكل بعد كده ممكن نتكلم فيها لكن الاصل وارد انه في منطقة هي اعلى منه او هو اعلى منه فالمراد ان الاتنين كل واحد مدام الاصل والقعدة المحبة والمودة لكن بس مسألة المودة والمحبة يعني البعض وهو بيختار زوجته او بيختار خطيبته زوجة المستقبل يعني او خطيبته بيخلي المودة والمحبة هي الاساس وبس وبينسى كل العناصر اللي هي بينبني عليها البيت من تكافو وتاحق من تكافو وتقارب ومستوى علمي ومستوى ثقافي ومستوى ايماني ومستوى اخلاقي ولا ينظر المستوى العائلة وبينسى كل الكلام ده كله امام العاطفة اللي هي بتبقى يعني في اللحظة توهج في هذه اللحظة القبول في حد ذاته مطلوب ما فيش حد يقدر يختلف عليها لكن مع القبول زي ما احنا تقريبا اتكلمنا في النقطة دي ايام الاستوديو القديم يعني ما زلنا في الاستوديو يعني ما زلنا في الاستوديو عملنا دقيقين بسيط ما يرحم هذه الايام اتكلمنا في النقطة دي وقالنا ان الفكرة في البيت في البيت يعني البيت لا تبنى على الراحة النفسية بس الراحة النفسية موجودة هي اشياء تنيا تم نعم معي موجودة هذا نص الحديث انظر اليها الى اخر الحديث لكن فيه اشياء اخرى بينباني عليها ايه اللي هي فكرة التكافؤ التكافؤ قد يكون مش التكافؤ التعليمي هو الفكري والثقافي بعض الناس يعني قليلة التعليم ولكن بتجد ثقافتها وفكريها بباعلى بعض الناس يعني تعليميا حصلها اعلى الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراي اللي هي على الدرجات العلمية ومع ذلك لو سألتيه في أي حاجة فكري أو ثقافية بتلاقي إيه سبك ده من كلام حضرتك الناس ممكن تفهم إن مش شرط إن يكون فيه توافق فكري وثقافي ما بين الزوجين طالما الناس فعلا إن واحد مش مشهاداته عادي ما أنا ممكن أنا يبقى الرجل معاده بلوم ومرته ودكتورة والعكس صحيح فهنا يبقى ما فيهاش أزمة تقريبا ما قلتش الكلام ده يعني أنا بس كمالت الفكرة حضرتك كنتم تقول على نقطة إن أقولك بعض ممكن يفهم منك كده إنك بتقول ما فيه واحد أنت ممكن تسأله حاجة فيقولك يجاوبك يجابه واحد مع دكتورة ما يعرفش يجاوبها ما فيش مشكلة هو أنا بس بنقسم فكرة إنه العملية التعلمية مش دلالة فكري وثقافي ده المقصد ده القاعدة إنما مسألة التقارب ده مسألة في غاية الأهمية بس إحنا بس عايزين يعني نجزة مسألة التقارب الفكري والثقافي هل التقارب واحد واخد أو واحدة واخد مثلا الليسانس أو باكاليريوس واحد لا يقرأ ولا يجيد نفس درجة واحد واخد مثلا دبلوم وهي كلية مثلا يبقى المسألة مش مسألة مطلقة وأعزين نجزة على أساس قد يقبل بعض عدم التكافف في وجهة نظرنا وقد لا يقبل تماما يعني الذي لا يجيد القراءة والكتابة أو التي لا تجيد القراءة والكتابة وهو مثلا على أعلى درجات علمية هتلاقي فيه تباين شديد جدا التقارب ومنقاط التقارب أبعد ما تكون ربما في الأول الجانب العاطفي بيكون يعني هو المسيطر وبتعدي ومعلش في الأول لكن بعد مرور العشرة وبعد مرور البيت وبعض المشاكل وبعض المواقف يعني دوام الحل من المحل بتجد قد يكون ده بقى هو بيظهر بقى حتى بيظهر فيه مفردات ألفاظ مثلها ده بيتخذ ألفاظ معينة وهي بتتخذ ألفاظ معينة أيا كان أنا بتكلم على الطرفين سوادي الأعلى وهو الأعلى وكنت بأكد على فكرة إن الزوج لو هي الأعلى بتبقى مشكلة بعد كده يعني أكبر وأثرها بيبقى أكثر لو الزوج يعني بتبقى لو الزوج على الأقل بتبقى المسألة إيه بتبقى أقل بس أنا عايزة أرجع لفكرة يعني قبل ما استكملنا فكرة إن الزوج لازم يأخذ بيدي زوجته للارتقاء في الحياة يعني مثلا الحديث بيقول أنه إذا قام الرجل وصله من الليل والفكرة أقصد الارتقاء مش الارتقاء الفكرة والثقافة بس لا في ارتقاء أخلاقي وفي اقتراق إيماني وتعبدي وممكن ده يكون يعني فقرة حلقة تانية لأن ده مسألة في غاية الأهمية في المجتمع حاليا إذا قام الرجل من الليل وصله ما بيروحش ينبأ لا بيذهب فيوقص زوجته والصورة اللي هي معروفة في حديث الرسول عليه السلام النموذج اللي هو طرحه هذا الأديب يعني نقول بقى ذهب وأفضل إلى ما قدم فكرة سي السيد اللي هو الرجل اللي فوق أوي تماما واللي بيظهر نفسه في صورة الرجل المثقف والشهم وا 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 وسايب زوجته في البيت وهو عنده انفصام شخصية تام انفصام شخصية تام وإن كان ده يعني يصورون الرجل على أنه هو النموذج اللي كل الناس لازم تقتدلين ما قال ذلك الرجل عنده انفصام شخصية هو بين زوجته والمجتمع له صورة وله في السر يعني صورة سيئة وغير ذلك من التفاصيل المعروف فأنا عايزة أقول أن قد يكون الفرق الثقافي له درجات قد يقبل في بعض الدرجات وقد لا يقبل في بعض الدرجات مطلوب من الزوج أو مطلوب من الطرف الأعلى أيا كان أنه يقبل شيكو إذا راضي بالبداية على هذا الأمر ودي مسألة مهمة إذا راضي لأن إذا راضي هنحتاجها بعد كده إذا راضي هنحتاجها بعد كده ما أنت اللي اخترت وانت اللي قبلت وانت كان قدامك ولكن أنت اللي كان قدامك تختاري واحد أعلى لكن هذا اختيارك إذا المطلوب مش هنقوله انفصال طبعا لكن المطلوب مسألة أن كل واحد يقبل شريكه على ذلك مع القبول يحاول يطوره بقدر مستطاع والنصيحة لها أدب ولها شكل معين والنصيحة من الرجل لها أدب ولها أشكال غير النصيحة من المرأة وأدب الرسول عليه الصلاة والسلام في النصيحة سريعة مثلا نعم الرجل عبد الله لو كان يقيمه اللي فالنصيحة بحد ذاتها قصة يعني تحتاج إلى أدب وإلى ذوق وإلى 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 الفكرة الأساسية نحن مش عايزين نقول أن كل فرق ثقافي وفكري مستوى واحد ويحدث مشكلة الأمر الثاني إذا كان الطرفين عندهم استعداد أنهم يكملوا بهذا الشكل في أفكار بقى ممكن يتعاملوا بها للاستمرار